محطة الكهرباء الرئيسية محطة توبلي لمعالجة الصرف الصحي سيعمل على حل مشاكل المحطة الحالية ومتطلبات المملكة المستقبلية بناء على النمو الكبير في عدد السكان والمشاريع العمرانية والصنعية وقد أوضح عضاء اللجنة الفنية أن هيئة الكهرباء والماء بيّنت أنه سيتم تنفيذ المشروع بطرح مناقصة لتصميم وبناء وتشغيل المحطة حيث سيؤدي المشروع إلى زيادة سعة المحطة إلى أربعمائة ألف متر مكعب في اليوم أي بزيادة قدرها مئة بالمئة لتلبي الإحتياجات الحالية والمستقبلية ولتنفيذ المشروع هناك حاجة مسا لإنشاء محطة كهرباء رئيسية لنقل الكهرباء وتوصيلها إلى هذا المشروع الهم وعليها قامت الوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني وشؤون البلديات وهيئة الكهرباء والماء بدراسة العديد من البدائل لموقع محطة الكهرباء الرئيسية المطلوبة